شوبيفاي كان واحد من أفضل الاستثمارات في تاريخ الأسهم لحد شهر 11 2021 عشان يتحول بعدها لواحد من أسوأ الاستثمارات في سنة 2022 السهم حرفياً انهار من 176 دلار أمريكي لحوالي 27 دلار أمريكي عن تصوير هذه الحلقة لكن بضل السؤال هل سهم شوبيفاي الآن صار فرصة مناسبة للاستثمار ولا الشركة ستتراجع أكثر وتنهار ولازم نبيع سمنة ونطلع منها لاحظت أن اليوم أنه فيه انقسام كبير بين المستثمرين بخصوص سهم شوبيفاي بين المستثمرين يعتبرون بأنه تراجع الكبير اللي صار في السهم هو فرصة استثمارية حقيقية وأنه هذا السهم ممكن يرتفع 300 و 400% خلال الخمس سنوات القادمة وما بين المستثمرين بيقولوا أنه السهم شوبيفاي حتى بعد 80% تراجع لسهاته كثير غالي ورح يتراجع أكثر من الأسعار الحالية حتى نقدر نجاوب على هذا السؤال أي رأي من الاثنين هو الرأي الصح سنبدأ أول شيء نحكي شو طبيعة عمل الشركة بعدين سنحكي على أراء المحللين في سهم شوبيفاي بعدين التحليل الأساسي بعدين مستقبل الشركة والمنافسة وأخيراً سأعطي رأيي في السهم وهلوه أصلاً حلال وحرام للاستثمار فيه فخلونا نبدأ مع بعض شركة شوبيفاي هي واحدة من أفضل الشركات على مستوى العالم في مجال التجارة الإلكترونية والإي كوميرس مجال عمل الشركة في أنها بتوفر بناء مواقع إلكترونية متخصصة للتجار من مختلف المواقع حول العالم وبتساعد التاجر أن يوفر كل الخدمات للمشترين من A to Z من لحظة الدخول إلى الموقع وحتى أتمام عملية الشراء وجديد حتى كمان عملية التوصيل في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية بشكل عام خلال يومين طبعاً صارت توفر خدمة التوصيل مع إمكانية حتى ترجية المنتجات الآن أي موقع إلكتروني تدخلوا عليه وتشتروا منه منتجات أونلاين تأكدوا أنه 90% أنه هذا الموقع مبني على بلاتفور خاص بشركة شوفيفاي لذلك نحن نحكي على شركة في مجال عملها ما لها منافس حقيقي في التجارة الإلكترونية بعض المتابعين رح يقولوني طيب شو بالنسبة لساهم أمازون شو بالنسبة لأي باي شو بالنسبة لولمورت اللي بدأت تسمح كمان للتجار أن يبيعوا على منصاتها هنا في فرق كثير مهم وولمورت وأمازون وإي باي هي ثلاث منصات كبرى عالميا التجار بيفوتوا على هذه المنصات وبيبنوا لهم صفحات داخل هذه المنصات المشترين مثلنا بيفوتوا على هذه المنصات باي نيم يعني مثلا بكتبوا امازون دوت كوم بيفوتوا على أمازون بيبحثوا على المنتج وبعدها أمازون بيعطيهم آلاف الخيارات للمنتج الواحد بيختاروا منها هما المنتج اللي بناسب جودة التوصيل أو السعر أو مثلا بتعجبهم الريفيوز أو إلى آخره فممكن نعتبر أن المنصات الثلاثة هاي هي عبارة عن أونلاين مولز أو ممكن نعتبرها مزادات إلكترونية موجودة أونلاين فيها آلاف التجار اللي بتنافسوا على المستخدمين اللي بيفوتوا ما بيميزوا بين أي واحد من هذول التجار فقط ببحثوا على المنتج بغض النظر مين بيبيعهم لكن مع شوبيفاي الوضع مختلف مع شوبيفاي انت بتفوت على موقع إلكتروني خاص بتاجر واحد عليها فقط المنتجات اللي بيعرضها هذا التاجر عليها فقط البيانات اللي بيعرضها هذا التاجر وإنت بعدها بتأخذ القرار إما بدك تشتري من هذا التاجر في هذا الموقع أو إنك ما بدك تشتري منه وبالتالي تقريبا الشوبيفاي بتأجرك محل تجاري كامل إلك وبتساعدك في إنك أنت توصل فيه للمستخدمين من أماكن مختلفة الآن بالنسبة لأراء المحللين في سهم شوبيفاي على موقع تيب برانكس في حوالي 23 محلل بتابعوا السهم 11 اعتبروا باي و 12 اعتبروا غولد وبتوقعوا أنه خلال 12 شهر رح يوصل سعره إلى 42.6 يعني حوالي 56% أعلى من الأسعار الحالية إذا رحنا لموقع سيكينغ ألفا باللاحظ أنه أيضا كمان كتاب سيكينغ ألفا إيجابيين على السهم لكن الذكاء الاصطناعي لكوانت ريتنج معت السهم ريتنج غولد يعني ما بشجع على شراء السهم ودائما لكوانت ريتنج بيعتمد على التحليل الأساسي وإذا طلعنا على التحليل الأساسي من لاحظة من شركة شوبيفاي حققت إيرادات بحوالي 4.5 مليار دلر تقريبا ب2021 وبتتوقع أنه تحقق حوالي 5.5 مليار دلر إيرادات خلال السنة الحالية السنة الماضية 2021 واللي قبلها 2020 كانوا فقط السنتين الوحيدات في تاريخ الشركة اللي عمرها 18 سنة اللي قدرت تتحقق فيهم أرباح ربحت حوالي 2.9 مليار دلر في سنة 2021 في السنة الحالية بتتوقع أنها تحقق خسارة بسيطة وأنها ترجع لتحقيق ربح بحوالي 5 سنة لكل سهم في سنة 2023 هلأ شوبيفاي الشركة بتحقق إيرادات عالية لكن ليش ما بتحقق أرباح؟ هذا موضوع رح نحكيه بعد شوي طبعا الشركة بتحقق كل الكريتيريز تقريبا لشركة نمو تقليدية فيها نسبة النمو المتوقع في الإيرادات حوالي 32% يعني شوبيفاي عم تكسب حصة سوقية في عالم التجارة الإلكترونية من المنافسين وهذا دليل على أنه بشكل عام شوبيفاي هي المنصة الأفضل لأي شخص بدور على أنه يبني موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية لو اطلعنا على حجم القيمة السوقية للشركة فهي حوالي 34 مليار حجم الدين على الشركة حوالي مليار فقط وحجم السيول اللي تمتلكها الشركة حوالي 6.9 مليار دلر الأمريكي يعني شوبيفاي ما عندها أي مشكلة في السيول وبنفس الوقت خسائرها صارت متدنية جدا قريبة من الصفر بالتالي ما في خوف على شوبيفاي من ناحية مليونية أو هاي المشاكل مكرر السعر السهم إلى الربحية اللي هو price to earnings ratio حوالي صفر لأنه شركة ما بتربح مكرر السعر السهم إلى القيمة الدفترية أربعة يعني تقريبا القيمة الدفترية للسهم شوبيفاي حوالي 6.3 دلر للسهم الواحد والليه تعتبر قيمة مرتفعة حتى لشركة تكنولوجيا إذا طلعنا على هامش الربح الإجمالي لشركة شوبيفاي فهو حوالي 52% يعني متوافقة مع المعدل بالنسبة للمنافسين اللي هم عند حوالي 50% لكن إذا طلعنا على هامش الربح الصافي باللاحظ بأنه شوبيفاي عنده هامش ربح صافي حوالي minus 38% بينما المنافسين هامش الربح الصافي بالنسبة لهم إيجابي بس الفرق بين هامش ربح إجمالي حوالي 52% وهامش ربح صافي حوالي minus 38% هو فرق كبير وهذا خلاني بس أشوف شوبيفاي فعليا هي كيف بتصرف كل الأموال اللي بتيجيها من إيراداتها المختلفة لما بحثت لقيت أنه حسب بيانات الربع الثاني من سنة 2022 شوبيفاي بتصرف حوالي 43% من إجمالي دخلها على الريسيرش ان ديفلوبمنت يعني لتطوير منتجات جديدة وتحسين منتجاتها الحالية وبتصرف أكثر من 60% من دخلها الصافي على إشي بنسميه اس جي اند ايه اللي هي على المبيعات على المصاريف الإدارية وغيرها من المصاريف الثانية بالتالي في نقطة ضاعف بالنسبة للإدارة إنه الإدارة كانت مركزة على النمو بدرجة كتير كبيرة مو مركزة أبدا على إنها تحقق أي أرباح وهذا الإشي دفع الإدارة إنها تستثمر كل فلسة تربحه مرة تانية في البزنس هذا الإشي طبعا أدى إنه شركة شوبيفاي تحقق نموه عالي كتير في إيراداتها وإنها تصير واحدة من أفضل المنصات بالنسبة للمستخدمين لكن بنفس الوقت أدى هذا الإشي إنه الشركة ما تربح أبدا وقررت الإدارة حديثا إنها للأسف تستغني عن 10% من الموظفين في الشركة طبعا هذا الإشي كمان رح يلحق أكيد قرارات مستقبلية في تقرير الصرف على مصاريف البحث والتطوير أو المصاريف الإدارية التانية إذا صار هذا الإشي سهل جدا إن شركة شوبيفاي تحقق أرباح وتحقق أرباح عالية حتى مع توجهنا إلى الدخول إلى ركود اقتصادي بتالي لو طلعنا على الصورة الكاملة شركة شوبيفاي مو شركة ما بتربح لكنها شركة كان هدفها الرئيسي إنها تحقق النمو مش إنها تحقق الربح واللي هي فعليا نفس الاستراتيجية اللي اتبعتها الشركة أمازون اللي ظلت تقريبا ما تحقق أرباح لحد سنة 2013 يعني أمازون تقريبا أكتر من 20 سنة بدون ما تحقق أي أرباح تذكر فقط في إي سبيل إنها تزيد نموها وتاخد حصة سوقية أكبر وأمازون هي أفضل مثال للشركات العاملة في مجال الإي كوميرس وأكيد شوبيفاي بتقلد أمازون وكل الشركات التانية بتحاول تقلد أمازون اللي صارت هي الوحش في هذا المجال هلأ لو طلعنا بشكل عام على شركة شوبيفاي من ناحية المنافسة منقدر نقول إنه حتى أي مستخدم يقرر إنه يترك منصة شوبيفاي وينتقل لمنصة منافسة مثل مثلا أمازون أو إي بي أو وولمرت أو غيرها من هذه المنصات أول إشي هي لسويتشين كوست أو هي تكلفة الانتقال من هذه المنصة إلى أمازون هي تكلفة مرتفعة بالتالي بشكل عام المستخدمين اللي بيستخدموا شوبيفاي ما بتركوها بروحوا لمنصات تانية ثانيا في منصات منافسة لشوبيفاي أصغر منها كمان المنافسين كمان سوري المستخدمين ما بتركوا شوبيفاي عشان يروحوا على هذيك المنصات لأنه ببساطة شوبيفاي بتقدم أفضل الخدمات بالنسبة للمستخدمين بنفس الوقت إذا طلعنا على كمية العمولات اللي بتاخدها منصة زي أمازون مثلا من التجار اللي بيشتغلوا عليها فطبعا العمول بتختلف حسب شو نوع المنتج اللي بتبيعه وفي أي دولة بتبيع لكن العمولة تقريبا حوالي 30% من سعر من سعر المنتج النهائي اللي المستخدم ببيعه تالي حم نحكي أنه أمازون تاخد حصة كبيرة من أرباح أي تاجر ببيع عليها نفس الإكزامبلز بس مع نسب مختلفة راح نلاقيها كمان على أول مرة وعلى إي بي عشان هيك شوبيفاي فعليا بتوفر بديل أرخص عنهم لكن طبعا مع إمكانية الوصول إلى عدد زبائن أقل وبيظل الموضوع معتمد على الجهد اللي راح يبدو له التاجر في أنه يجيب زبائن إله لكن هذولة الجبائن راح يكونوا لويال لهذا التاجر فقط وما راح يفوتوا ويبحثوا على تجار دانين بالتالي أنا مو خايف على شركة شوبيفاي من ناحية بزنس أبدا أنها تفلس ولا خايف عليها أنها ما تكون موجودة في المستقبل حتى أشد الناشطة تشاؤما في شركة شوبيفاي من المحللين ما شفت أي محلل بيقول أن شوبيفاي ممكن تطلع من البزنس مشكلة شوبيفاي هي أنها ما بتحقق أرباح والعالم اليوم رايح لمستويات فائدة مرتفعة والاهتمام فقط في الشركات اللي بتحقق أرباح من شركات النمو إذا شوبيفاي بدأت تحل هاي المشكلة بسهولة إذا بتعمل بس ريستركتشر للشركة إنها مثلا تقلل من عداد الموظفين أو تقلل من شدة الإنفاق الغير مسؤولة اللي كانت تنفقه الإدارة واللي على فكرة الإدارة اعترفت بخطأها إنها كانت تنفق بطريقة جنونية بسهولة بهذه الحالة شوبيفاي ممكن تحقق أرباح برينج دلر لتنين دلر للسهم وبهاي الحالة طبعا كثير من المشككين من شركة شوبيفاي اللي بيقولوا إن سعر سهمها غالي ما رح يضل عندهم حجة يقولوا إن سعر السهم غالي بس أنا بنوصل لسؤال مهم واللي هو أول سؤال كان ببالكم ببداية الحلقة هل سهم شوبيفاي رح يتراجع أكتر ولا هاي فرصة استثمارية ما بتتكرر بقدر أقولكم إنه هاي فرصة استثمارية ما بتتكرر مزبوط لكن هل السهم ما رح يتراجع أكتر لا ممكن يتراجع أكتر وفي بعض المتابعين سألوني على سهم شوبيفاي أكتر من مرة وكنت أنا أتوقع بأنه سهم شوبيفاي ما رح يكسر مستوياته 30 دلر أمريكي لأني بشكل عام كنت متفائل في الأسواق الأمريكية وإنها ما رح تروح لتراجعات أكبر بس هلأ لأنه إحنا عم منشوف إنه في ركود اقتصادي كبير على الأبواب وعم منشوف بأنه كل الشركات عم بتقلل من توقعاتها للإرادات والأرباح شوبيفاي ما رح تكون استثناء عن هاي الشركات وأكيد رح تعاني من تراجع في النمو وأكيد رح تعاني من زيادة في الخسائر إذا دخل الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي بالتالي إذا ما ناخد الصورة الكاملة نستطيع نقول إذا الاقتصاد الأمريكي ما دخل ركود اقتصادي سهم شوبيفاي بالأسعار الحالية منيح لكن الإحتمال الأكبر نحن حندخل ركود اقتصادي بالتالي سهم شوبيفاي غالي بالأسعار الحالية وممكن انه السهم نشوفه عن مستويات بين 17 ل 20 دولار امريكي في حال اقتصاد الامريكي دخل ركود اقتصادي لكن خلال السنوات الخمسة القادمة اكيد سنشوف سهم شوبي فاي بيرتد واكيد رح نشوف انه المستثمرين من المستويات الحالية رح يربحوا ان شاء الله في هذا السهم لاحقا بتمنى اني ما طولت عليكم في الحلقة واني غطيت سهم شوبي فاي من كل جوانبه واحدة من اكتر الشركات اللي انا بحبها واللي بصراحة حاطتها على لست عشان بس يتراجع سعر السهم اكتر بدي اكون من اوائل الناس اللي بيشتروا هاد السهم